موسيقى أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين وألتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم شاهد وشواهد ومشوارنا ما زال يتواصل مع ضيفنا وضيفكم المحامي سليمان الجبوري في الحلقات الماضية من هذا المشوار كنا قد تحدثنا عن تشكيل المحكمة الخاصة اللي وكل المحامي سليمان الجبوري بالدفاع عن عدد من مسؤولين في النظام السابق كيف شكلت وصلنا في الحلقة السابقة إلى علاقته التي بدأت مع طريق أول الركون سلطان هاشم أحمد وزير الدفاع قبل عام 2003 واللي كلف بتولي الدفاع عنه في تلك الفترة في هذه الحلقة إن شاء الله سنواصل حديث نسك وسأطلب من ضيفنا وضيفكم المحامي الأستاذ سليمان الجبوري الحديث عن تلك العلاقة كيف نشأت مع الفريق أول سلطان هاشم وكيف جرت الأمور وكيف لفقت هذه الاتهامات لرجل كان مهنيا وعسكريا مثل ما يقولون غير جدلي الشعب العراقي كله يتفق على مهنيتها وعسكريتها وكان معروف بإخلاص الوطن والعراقيين أهلا ومرحبا بكم أستاذ سليمان مرة أخرى في حلقة جديدة برنامجنا شاهدوا شواهد في الحلقة الماضية كنا توقفنا مع تكليفكم بملف بالدفاع عن الفريق أول الركون سلطان هاشم رحمه الله وقلت لنا أن يعني ذهبت التقيت بي والتقيت بأخوته وبداية هذا المشوار يعني ما حقيقة هذه ما طبيعة هذا الاتهام حول الأنفال هذه ملف الأنفال ما هو هذا ملف الأنفال لماذا اتهم به الفريق أول سلطان هاشم بهذه الطريقة من أعد هذا الملف ولماذا أريد أن يكون يعني سيفاً مسلطاً على رقبته في هذا الملف والتهمة ربما أكثر من حكم صدر عليه كيف تحدثنا عن ذلك ملف الأنفال من أكبر الملفات يعني اللي يتميز عن أغلب القضايا هناك أكثر من يعني عشرين قضية ملف الأنفال عدى بعناية فائقة مع وثائق مع شهادات شهود ومشتكين يعني الملف تقريباً عشر تلاف صفحة نعم ما يقارب العشر تلاف صفحة التهمة التي وجهت للفريق أول ركم سلطان هاشم أحمد عن جرائم الإبادة الجماعية وفق المادة المادة عشرة من قانون المحكمة الجنالية العراقية العليا والمادة إذاعش جرائم ضد الإنسانية والمادة إطناعش جرائم الحرب هي قضية الأنفال هي نفسها قضية حلفتشة ولا تختلف هناك فرق وفصل تزامنت قضية الأنفال من انتهاء قضية حلفتشة مع انتهاء قضية الأنفال بيعني فارق زمني اسبوعين الأنفال ثمان مراحل نعم يعني المراحل الأولى بدت بشهر الثاني شباط الثاني حينها كان 1988 حينها كان الفريق أول ركم سلطان هاشم قاعدا للفيلق السادس في مدينة العمارة جنوب العراق فأرسل عليه رئيس الأركان الجيش نزار الخزرجي فريق أول ركم نزار الخزرجي وكلفه بالتجحفل في منطقة سليمانية منطقة يعني سيسمى قرى السرقلو برقلو هذه الأماكن هذا القاطع لترتيب مقر مرتب لعمليات الأنفال الإداريات تأخذ من الفيلق الأول ما هي هذه عمليات الأنفال؟ عمليات الأنفال لمطاردة الفلول المتبقية من عناصر حزب الديمقراطي الكردستاني واتحاد الوطني الكردستاني يعني قوات البيشمرقة التي كانت ظهير وسند ويعني أدلاء للجيش الإيراني كانوا يعملون مع القوات الإيرانية ضد القوات العراقية وكانوا يسهلون تسلل القوات الإيرانية خلف خطوط الخنادق الجيش العراقي وكان عند مخطط الإيرانيين بعد ما خسروا في 17 نيسان 1988 في انزحارهم في الفاو وهزيمتهم أرادوا أن يعوضوا عن هزيمتهم ويرفعوا من شأن ومعنويات جنودهم ويعطوا رسالة للرأي العام الإعلامية أنهم أقوياء وحققوا هدف معين لا أخفي عليك أن قوات البيشمرقة ألحقت أذى كبير بالجيش العراقي ومعها القوات الإيرانية كانت غاية أن يتسللون القوات الإيرانية إلى درب الدخان درب الدخان ودوكان دوكان إلى هاي المناطق ويفتحون السدود ويغرقون المدن ناكس الدين نعم كانوا سد درب الدخان نعم وحصل تعرض شديد على القوات العسكرية نعم يعني القوى المتقاتلة بغض الضرع الموقف السياسية لكن نحن هنا نتحدث عن واقع حال يعني قوات البيشمرقة لم تكن تتعامل مع الجيش العراقي يعني ترمي عليهم الورود وتقدم لهم الهدايا والحلوة كانت ند يعني ند لفاعلية وقوة فالحدود استبيحت واستبيحت وانتهكت واحنا بعد ما انتهينا يعني بعد ما الجيش انتهى من واتحول الى المنطقة الشمالية لإيقاف هذا التسلل فعملوا يعني استند إلى خطة ووضعت القيادة وكلفت بها علي حسن المجيد نعم بإدارة القوات والأجهزة الأمنية والجيش في هذه الأماكن أو التنسيق مع الجيش نعم الجيش كانت مهمته يعني إخراج الناس من الشريط الحدودي يعني بعوك خمس كلمترات من باتجاه يعني تقول دهوك مع الحدود يعني من أربيل الحدود اللي مع إيران باتجاه يعني سليمانية هذه الأماكن أخرجوا من السكان المدني هي أساسا كانت يعني منطقة عمليات نعم لكن أهل القرى بطبيعتهم ما يميلون إلى السكن داخل المدن يريدون يعيشون حياتهم في قراغهم في مجارعهم مع مواشيهم مع كذا لكن الظروف فرضت نفسها هؤلاء القرويين الأهالي الأبرياء استغلوا من قبل الإيرانيين ومن قبل القوات المسلحة الفيشمارقة اللي متواجدة أن تتحدث عن القرى اللي يعرف حدودها بالضبط نعم فكل ما ينقلوهم يرجعون يتسللون يرجعون الدولة عدت لهم قرى عصرية نعم في عدة أماكن بالعراق يعني هذا الأمر ما لأنه العنصرية وتجاه الأكراد تهجيرهم ما له أساس من الصحة وإلا الأكراد في بغداد موجودين أكوحي الأكراد سملايين كردي في الموصل في دوهوك في أربيل في سليمانية عيشوا حيات الطبيعية في الأقضاء والنواحي فالأمر وين كان الأمر كان على الشريط الحدودي مع إيران ذولا كانوا وسيلة ومادة لإيواء المقاتل الأكراد نعم والقوات المخابرة في الاستخدارات الإيرانية التسلل والحاق الأذى بالجيش العراقي فالعراق بعد أن الخرج منتصر وحرر الفاو تفرغ لهذه المسألة في حين سلطان هاشم رحمه الله كان قائد الفيلق السادس السادس في العمارة جنوب العراق فأرسل عليه نزار الخرج رجي وأعطاه خطة قال له مقار مرتب تتجحفل معه قائد الفيلق الأول وإذارياتك وأمورك وشغلاتك كان نزار الخرج رجي رئيس الركان الجيش نعم معاه الرئيس الركان الجيش كان أحسين رشيد الفريق أول ركن أحسين رشيد نعم ضابط استخبارات المنطقة الشرقية اللواء فرحان مطلق الجبوري رحمه الله هذا توفي في السجن حكم مدى الحياة طاهر توفيق العاني كان سكرتير لجنة شؤون الشمال ومحافظ نينوى في نفس الوقت نعم أفرج عنه طاهر توفيق عليه حسن المجيد كان هو المكلف يعني ما أخذ صلاحيات رئيس الجمهورية في شمال العراق لتطهير المنطقة الشمالية من يعني استثباب أو استعادة الأمن أو بسط الأمن في شمال العراق نعم هناك عدة قرارات من القيادة السياسية خولت علي حسن المجيد بهذه العملية الجيش في كل حياته منه علاقة يعني سوى ب هي مهنة قتال تم في ذوامر تم في ذوامر من القائد الأعلى وإذا ما ينفذ مصير الإعدام فهم من سحبه الأهالي من الشريط الحدودي من هذه القرى سلموهم للأجزة الأمنية الأجزة الأمنية اصرفت معهم تصرف حسن تصرف شعير تم تغيبهم تم تعذيبهم تم إعدام القسم منهم هذا الأمر يتعلق بالقوات الأمنية لكنه القوات العسكرية دورة ينتهي بتسليم هذول الناس بالجرائم الدولية إذا كانت إبادة جماعية أو كانت جرائم منذ الإنساني أو جرائم حار يسأل القائد عن عملية النقل القسري والإخفاء القسري يعني كل ما يجري يعني إذا كان قتل وإذا أخفاء قسري وإذا تعذيب وإلحاق أذى فقرات كثيرة بكل قضية جديدة من الجرائم الدولية فالمساءلة للفريق أول ركم سلطان هاشم والقادة اللي معاه على أنه تسبب بإخفاء هذول الناس وقتل هذول الناس وبتعذيبهم يعني فقط قطعك هذا يعيدني إلى يعني الأمر اللي أصدر بريمار بتشكيل البحث نعم ذلك خلى بيه جرائم الدولية كان معز وصولا لهذه نعم بالضبط يعني من الوداية كانوا يعدون لأنه ذلك خلى هذه الفقرة جرائم الدولية والإباء لهذا الخرم بالضبط جريبة جريبة ضد الإنسانية لها عناصر وأركان ما موجودة بالجرائم الأخرى نعم أقل خطورة ومن حيث الأحكام والعقوبات أخف نعم بينما بجرائم الحرب وحتى من حيث إثباته يعني تحتاج إلى علم وإرادة ومعرفة ونية تحتاج إلى أركان مختلفة أركان مادية ومعنوية بالجريمة وفي فكر القائد فأضافه بالضبط يعني عملوها المحكمة الجينية ودخلوا بها هذه الجرائم بينما كانت جرائم ضد الإنسانية نعم نعم فالرجل شارك بالمرحلة الأولى زين وانتهى والبقية أكملوا أكملوا إلى الثامنة نعم زامنت هذه مع قضية حالتشا هو شارك بالمرحلة الأولى والثانية نعم مرحلة الأولى والثانية وبعدها نقل أخذ غير منصف لم ينقل عين مكان قاعد الفيلق الأول نعم في الموصل في نفس السليمانية نعم نعم قالوا أنت تبقى وسلم المقر المرتب إلى قاعد آخر تم تسليمه إلى قاعد آخر وعين رديف لكامل ساجد اللواء كامل ساجد اللي يعدم هذا كان خاطع حلبشة فربطه وسلطان هاشم رحمه الله بقضية حلبشة على هذا الأساس أنك أنت رديف كنت قلو رديف قلو بعض لرب حلبشة يعني نحن نحدد حلبشة ضربت 16-3 هو 22-3 22-3 عينة رديف عينة رديفا ما هو الرديف وشو يل بالمحكمة يعني شنو عنا رديف أنا إذا سمحت لي نصنا يعني حضرت أنا بالتحقيق معاه طبعا اللي حققوا بعض قضاية أكراد مع قاضين كرديين حققوا معاه مع فريق سلطان نعم أنا كنت معاه وسليمان ياسين وعيشن سلطان ما معنى رديف ما هو معنى رديف حسب التعبير العسكري قال هو قاعد احتياطي جاهز لاستلام المسؤولية للقائد الأصيل إذا خاف يستشهد القائد الأصيل يحل محله نعم فحكم بقضية الأنفال أربع أحكام إعدام يعني وفقا لهذه الجرائم مادة عشرة وداعش واثنائش الجرائم يبادة جماعية جونيساي جرائم رد الإنسانية وجرائم الحرب عن قتل وتعذيب وإخفاق أسري وكل هذه التغييب وكذا وحكم أيضا أحكام مختلفة مدى الحياة وخمسة عشر سنة ونزولا إلى خمس سنوات سبع سنوات هذه في قضية الأنفال نعم نعم يعني قضية الأنفال استطعنا التأثير فيها كمحامين تشفنا كثير من الحقائق نعم تشفنا كثير من الحقائق يعني القادة العسكريين ليسهم جميعهم في قفص الاتهام لا بل أن هناك من شارك من المستشاري الدفاع الوطني الأكراد ما يقارب ثلاثمية وخمسين مستشار بمئتين وخمسين ألف كردي كانوا ظهير للجيش العراقي يعني الآن على غرار الحجد الشعبي موعدنا حش الشعبي للحجد الكفائي كان هناك يعني مع الفارق أن هذول كانوا يقاتلون العدو الإيراني نعم مستشاري الدفاع الوطني وذول يقاتلون مع العدو الإيراني ضد شعبهم يعني هذا المعادلة مع كوسف نعم فتم إعفاءه من قبل القيادة الكردية وهذا قرار حكيم مع العلم كان عليهم أمامر قبض وأمامر قبض عليهم موجودة حكموا كدليل يعني على سلطان هاشم حسين رشيد فرحان بطلق الجبوري صابر الدوري على ماذا نخلوا أنواة سجاعة لاستبسالهم في أحداث عام ثمانية وثمانين وفي مواجهة العدو الإيراني هذه اعتبروها سبع عليهم طيب 1200 إلى 1250 مستشار ومقاتل كردي أخذوا أنواة سجاعة صدرت عليهم موامر قبض لم يأتي بهم أحد نعم لماذا يأتون بسلطان هاشم ويأتون بالفريق هو الركن صابر الدوري والفريق هو الركن عسين رشيد واللواء فرحان بطلق الجبوري هذا قلتوب المحكمة نعم ماذا قالوا القضاء القضاء ما يعطوه الرأي يستكملون كل القضية وبعدين يصدروا القرار والحكرة تمييد ومداخلات كثيرة نحن فندنا يعني عملية 180 ألف ضحية مبالغ بها كثيرا في الأنفال قالوا 180 كيف مبالغ بها إذا كان هناك 180 ألف ضحية يحتاج إلى 180 ألف مشتكي كم عدد الشهود مع المشتكين يعني فرضية بسيطة جدا كم عدد المشتكين المشتكين هنا عدنا يعني أنا أحصيت الملف الملف قلت لك 10.000 صفحة 32 كم عدد المشتكين هذا عدد المشتكين بلق 32 فايل 960 صفحة زين المشتكين 4209 شهود 1245 وين المئة وثمانين ألف غير لك وحد يجي غير المفروض هذه قضية قانونية نعم أنت عندما تدعي لازم الشخص يجي يدعي نعم يدعي عنه ذولا المئة وثمانين ألف وينهم طيب 10.000 15.000 20.000 إذا نحسب الشهود المشتكين زين هذه يعني من ثاني قضايا دين الملف يعني الصفحات مضللة بالسواد موشحة بالسواد ما تفهم كل شيء منها يعني كيف يعني ما لا فهم الأوراق صماء سوداء مضللة يعني للمشتكين والشهود يعني أنت ما تطلع عليها ما نطلع عليها نطلع على اسماء ولا على عمارهم ولا على مهنهم ولا ماذا قالوا يعني أحيانا قالوا كذا لكنه أحنا فندنا كل ما قالوا هناك استمارات معدة مسبقا موجودة مطبوعة وأسئلة والجواب جاوبوا وأنه مرقنين وتوقيع نعم شهد محلفا وتليت عليه نسأل أنت تقرأ وتكتب المشتكي والشياء يقول لا ما أقرأ طيب تليت عليه قرأتها أديت اليمين يقول لا ما أديت اليمين كثير أمور يعني أحنا شخصناها يعني التقيتوا بعض الشهود الشهود نناقشهم من حقنا أن نناقش الشهود وتسألوا أمام القاضي نعم نطلب من خلال المحكمة وضعه 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 غير منتج يلغي يقول له هذا غير منتج يلغي أو أحيانا مثلا عبدالله العامل الرجل كان سلس لأن رجل يعني ما ليه وكانه شخصية قانونية محترفة وكان اجتمع بنا قبل المحاكمة وحشوي أنا قال احنا نريه قدام لنتفاهم ورتب الأمور ونكون يعني نتعاون كلنا أنتم القواء الواقف ما ريد نكرر ما جرى بدون نجيل وريد نحافظ على كرامة المعتقلين واللي حصل ما حصل والرجل أقيل عجل جاء محمد الخليفة العريبي وأداء اختلف وشاف الناس الأداء فكنا ناقش المشتكين وناقش يهود هذا سبب إحراج كبير أدى إلى قالت حتى عبدالله العاملي لأنه كنا نقرأ الصفحة يعني رفادة مع المشتكي والمتهم الشاهد تناقض كبير بينما مكتوب بالصفحة وبما يقوله أمام المحكمة نعم فشعروا بالخطر القاضي كان متفهم عبدالله العامري الرجل زين صارت حادثة الشخص هذا المشتكي اللي جاء قال أنا راحت على القصر الجمهوري ودكتاتور صدام وكذا وصدام يعني قدم طلب للقصر الجمهوري مواجه صدام وواجه صدام قال له إذا أنت تقول على صدام حسين دكتاتور شلون دكتاتور يواجهك فقال له أنت ما دكتاتور الشعب هو الذي يسمع الدكتاتور هو العبارة يعني لها تتم وكان خلفه العلم العراقي قال له يعني يحاولون أن يشاهون صورة نظامكم الوطني وتاريخكم والآن يريدون يغيرون العلم قال له لا العلم ما يتغيروا باقي الله أكبر عالم الله أكبر هذه قطعت يعني بس احنا كنا جالسين في وقتها نعم المثالب والأخطاء كثيرة ومثبتة هذه في يعني مجلس حقوق كم انتغرق هذا دفاعكم عن يعني دفاع عضو 61 جلسة عن الفريق دكتور 61 جلسة هذا الجيل كانت 40 جلسة الأنفال 61 جلسة الجلسة 61 صدر القرار زين فاجأكم القرار متوقع هو لي قدام اقول لك شغلة ويليام بيلي ويلي لي قدام قال راح نحكم بالاعدام هذا الكندي المستشار اللي مكلف الآن بالملف السوري وسجل عليها وليسمعني المشاهدين سيأتي يوم تشكل محكمة ضد النظام السوري والمشؤولين النظام السوري وسيكون الدكتور ويليام بيلي ويلي الكندي أحد اللي مارسون الدورة اللي مارسوا في العراق في العراق طبعا أنا تابعته الملفات يجمعه زين ولقاءات على أساس أنه منظمة إنسانية تسعى إلى محاكمة الدفاع الحقوق الإنسان ومحاكمة النظام السوري زين فقال بالضبط قال سلطان هاشم راح نحكم بالاعدام هو وحشان رشيد هاي من البداية والله من البداية نعم نعم قال لنا يعني قبل أن تبدأ هاي الواحد 61 جلسة نعم كل شيء مهيئ دراسة ملفات هم اللي وضعوا كل شيء القرار أنا متأكد قرار الديجيل وقرار الأنفال كتبه لا بل إحنا شاهدنا بيعيونا الملف الأمريكان جابه الماريزي الأمريكي ملف ملف الأنفال نعم آخر مرة زين يعني قد لحضرتك 2008 نهاية 2008 قال لنا باي باي للعراقين قلقونا خارجا روحوا نجاذب أمركم فتصدنا بمحنة حقم المحامين العراقين اللي خارج العراق أن ما يجون المستهدفين هم محامين رئيس صدام حسين نعم أول المستهدفين نعم نعم مأساة أخي أستاذ سليمان اللي نتوقف الفاصل ونواصل هذا الحديث عن تلك الفترة أعزا المشاهدين فاصلون ونعود إليكم أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين ألتقيكم في جزء الثاني الأخير من هذه الحلقة برنامج شاهد وشواهد وظيفي وظيفكم الأستاذ المحامي سليمان الجهوري أستاذ سليمان كنا قد توقفنا قبل الفاصل عند الحديث عن الأنفال واتهام الفريق أول الركن سلطان هاشم وقلت لي صدرة عليه ثلاثة أحكام بالإعدام أربعة أحكام أربعة أحكام بالإعدام وحكم خمسة عشر سنة مدى الحياة حكم مدى الحياة أيضا في قضية الأبطاء نعم نعم وحكم خمسة عشر سنة خمسة عشر سنة وحكم سبع سنوات نعم وكنت تتحدث لي عن الشهود الشهود الزور الذين جاءوا به كيف استجوبتهم وكانت القضية فيها التباس كثير ومعدة سابقا تزاملت مع هذه هل هناك إضافة لقضية الأنفال أم أن ننتقل إلى قضية حلبشة وما جرى فيها نعم قضية حلبشة قضية الأنفال انتهت فيهنا من قضية الأنفال عن دوره في قضية الأنفال الرجل كان تطهير الشريط الحدودي ونقل أهالي القرى ما كان رده هو هو في المحكمة رحمه الله نعم يعني هو كان عدا قولكم هو كان كيف هو أمام المحكمة قال أنا قائد عسكري أنا جندي نعم أكلف بواجبات هذا الشغل احترافنا ونقوم بالواجب أنا إذا ما أقوم بالواجب فنفذ الواجب أعدم نعم هذا اللي أقوم به هل يعني هل نوه إلى أنه فعلا كانت منك ضحايا جرت هو يقول دورنا يتوقف عنده تسليم الأشخاص كقضية عسكرية هل هو كان في مواجهة جيش إيراني نعم والفلول المتجحفلة معه كان يتحدث بهذه نعم نعم هم كان قاتلوا عدو إيراني وقالت واجهنا صعوباتهم تنى شهداء وأسلحة كانت تضاهي أسلحة الجيش العراقي يعني ما كانوا هينين وكانوا متمرسين وعندهم خبرة قتالية وهم الأرض داخل الأرض يعني ويتحركون هاي ليش سكان نقلوهم لأنه كان مأوى يؤون المسلحين نعم يعني المسلحين يتنقلون يتحركون بينتهم فرادوا يفرغون الشريطة الحدودي وهي الأماكن صار يعني كثير يعني التعليماتية تقول أنه الآبار حتى لا يصير حركة وحياة وأمل بالمعيشة يعني طمر الآبار هدم الدول ونقلوهم إلى قرى عصرية مبنية ومعدة لهذا السنة في البداية بدؤهم للدبس وأماكن يعني معسكرات ومن بعدها نقلوهم إلى مجمعات عصرية هذا مؤكد من المفارقات في قضية الأنفال أن أحدهم جاء مشتكي مدعي بالحق الشخصي والده متوفي بالستينيات الحركة الكردية يعني هي قضية واقعية منذ تأسيس الدولة العراقية محمود غازان الحفيد من السليمانية انطلقت واستمرت في كل الحكومات في العهد الملكي والجمهوري نعم واستمرت إلى 2003 لا بل أنه بعد 2003 صارت مشاكل أيضا وتماس بين الجيش وبين البيش مرقا وبين الأقليم وبين الحكومة المركزية هذا الأمر إلى قيام الساعة ما ينتهي نعم هذا الموضوع إلا إذا عادوا يعني إلى أن يكونون كعراقيين يفكرون وحدة وطنية بين العرب والكرد والتركبان يفكرون بعقلية العراقي هوية العراق وكل الهويات الكردية والتركبانية والعربية والعرقية والطائفية والأثنية والمذابية أكو عنوان اسمه عراق كلتنا نستضل بيضلوا نعم بغير هذا راح تستمر الأمور فال يعني اللي صار هذا بعد هجتي قضية حلبشة وأيضا التهمة بها الفريق أول سلطان هاشيم وأيضا استدعيه للمحكمة وأنت أيضا كنت تدافع عنها نعم كان مفصولة نعم مفصولين كل قضية واحد الملف حلبشة طريحة 2006 نعم قضية الأنفال بينما 2007 شهر السابع لإجراءات التحقيقية يعني هذه الواحد وستين جلسة جرت من أي شهر لأي شهر في عام 2006 يعني تقريبا 11 شهر من في 11 شهر نعم الواحد وستين جلسة نعم خلال عام 2006 كله نعم نعم وفي 2007 تحقيق جرى معاب كامبو جروبر من قبل قاضيين كرديين كان ما يزال في جروبر نعم نعم إلى أهم آخر من آخر خمسة تم تسليمه من الحكومة العراقية للسلوات العراقية وزارة العدد الفريق سلطان هاشيم الفريق حسين رشيد السيد عزيز صالح النومان الدكتور سبعاوي إبراهيم الحسن وشقيقه وطبعا إبراهيم الحسن آخر خمسة تم تسليمهم للحكومة العراقية يعني هذا أغلق جروبر بهم بالضبط سلم استلموا بوشو وكيل وزير العدل تم تسليمه وعطاء مفتاحها جروبر بما فيه يعني بس الأمريكان انسحبوا منه أبقوا على قسم من الأشخاص تحت حتى عام 2011 كل حد ماضل من الأمريكان انسحبوا منه نهائيا نعم نعم نعود إلى موضوع حلبشة حلبشة نعم ملف حلبشة ماذا في ملف حلبشة وكيف يوم 15 وهذا ملف جدلي فعلا نعم نعم مثير يعني سئلوا ونوقشوا واستجيبوا من قبل الأمريكان ومن قبل القضاءات العراقيين في مرحلة التحقيق وفي مرحلة المحاكمة أنتوا بالتحقيق لا تحضرون أنا حضر التحقيق نحضر تحقيق أغلب القضايا أنا حضر التحقيق مع أغلب التحقيق من يجري أمريكان من الأمريكان نحن لم نحضره التحقيق قبل 2004 من 2003 إلى 1 تموز 2004 الأمريكان بشكل مغلق سري نعم مع لكن لكن محاور الف بي آي والشي آي آي تمكننا من الوصول إليها يعني نعم موجودة مع المعتقلين طيب بعدها في هذه التحقيق مع من كان تحقيق بعد قمت الحضر التحقيق جرى من 1-7 2004 سلموهم حكميا وليس ماديا للحكومة العراقية قوات قوات المحكمة الجنائية تحقيق كان يفترض هذا التحقيق باطل ليش باطل لأن المحكمة ألغيت نسختها محكمة أخرى يعني المحكمة المختصة شكلت بالقانون رقم 1 لسنة 2003 نعم في ظل صار التحقيق نعم بعد 2005 اعتمدوا على محاضر التحقيق مع المتهمين في قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا المحكمة الجنائية العليا ألغيت بقراء الأولى ألغيت ألغيت نعم اللي حاكمت من اللي حققت مع المتهمين عام 2004 وما تلا إلى أن شكلت المحكمة الجنائية العراقية العليا وألغيت هذه فالمفروض كل ما يتعلق بها يقطع فاعتمدوا على التقارير على إفادات المتهمين اللي في ظل المحكمة المختصة بالجرائم ضد الإنسانية المشكلة شكلة بلا يأمر بالقانون رقب 1 نعم ما بني على باطل فهو باطل طبعا بالمناسبة هذا هذه الأمور كلها يعني في كل القضايا أنا تناولت تناولت بكتابي عند الكتاب عن هذا الموضوع نعم يعني خلال الشهر إن شاء الله يصدر نعم ما قبل التأسيس ومرحلة التأسيس عن المحكمة عن المحكمة الجنائية العراقية العليا شاهد عيان زين دراسة قانونية توثيقية نعم بالوثائق والأدلة وأنا عايش يعني نظريا وعمليا إن شاء الله خلال الشهر القادم إن شاء الله نعم طيب قضية حلبتشة الآن ملف حلبتشة في عام 2007 طرح هذا الملف وقضاة التحقيق كانوا من أي فئات منهم أستطيع أن أجزم نعم وانت حضرت قضاة التحقيق طبعا مثبت اسمهم أنا مريد أذكر اسمهم اعتبارات أمنية نعم بعد ما الأمور انتهت هم تناولوا تقاسموا مكون طائفي مع مكون قومي القضايا نعم يعني تبادلوا لقضاة التحقيق قضاة التحقيق بالضبط المحاكمة يعني قضية الأنفعل وقضية حلبشة وقضية التطغير العرقي قضية المقتل البرجانيين قضية الكرد الفيلية هذه بين واضحة خص الكرد تولوها قضاة التحقيق يعني أكراد وأحيانا مكون آخر لا أريد أن أذكر هذا مسمى البغيض يعني يؤدي إلى تجزئة وانقسام نعم نعم نتمسك بالهوية الوطنية القضايا الأخرى الدجيل يعني لاحظ الدجيل جاء بلا قاضي كردي أول مرة الطيب الصيط القاضي الوطني الشريف رجقال محمد الممينة وجهه تحية من خلال هذا المنبر الشريف إجي بعضه رؤوف رشيد عبد الرحمن تقول لي يعني تبادلوا الأدوار والبحاكمات هي لا تخرج عن كونها يعني حزب الدعوة عندهم قضيتين الشيوعيين عندهم قضية الرجال الدين وعلماء الدين وقضية وكانك تتحدث لي عن مسرحية ومعدل الممثلين والسناريو نعم بس نحن والمتهمين وخراجه كامل والنهاية هي مسرحية فعلا مرهات يعني كوميدية درامية يعني تراجيدية بكل التركيبات هذه المصالحات حقيقة يعني شيء مؤلم يا أخي عندما أنت تجلس وشوف أمامك هذول القادة الناس تتألم بس ما بيدك شيء يسوي نعم يعني ليس سواء تقوم تدافع عنهم وأنت في مواجهة يعني القضاء أحيانا يكونوا خصوم والله يعني بعض القضاء يعني أحشي لك على محمد عريبي صار خصم نعم إلا أنه خاصة في قضية الأنفال وبعد قبل ما يعني يتم عدام الرئيس صدام حسين ما بعده غير واشتغل بقضية حلبتشة غير يعني مع المتهمين الأداء أيضا اختلاف يعني أخذوا العطب بين القضاء القاضي والمتهمين ربما مثل بطبيعة القضية التي لا تمس تمس آخرين ربما نعم بالضبط بالضبط هذا فأرجع إلى موضوع قضية حلبتشة يعني إذا خذبتك أشوف قضاة التحقيق بالقضايا كلها من مكون طائفي ومن مكون قومي معين حقيقة موجودين يعني للتاريخ يمكن أنه نتحفظ على اسمها لكن نقول لها قضية القاضي التحقيق كان كذا وأمام الرأي العام واضح وارحين العثناء المحاكمة الهيئة الأولى والهيئة الثانية والهيئة الثالثة والهيئة الرابعة طيب أنت حضرت هذه يعني يعني التحقيقات يعني قبل 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 المحكمة يعني عندما كانوا يحققون أثناء المحاكمة أيضا كنا نحضر نعم نعم يعني أنا من جهة 2006 حضرت عدة قضايا يعني موجود توقيع بيها مع المتهمين أنا أقصد أنت جلسات التحقيق كنت تحضرها نعم لاحظت أنه ذلك قضاة التحقيق موتور وهو عنده حكم مسبق نعم وحيانا سخرية واستهانة يعني حدث مع الفريق سلطان هكذا مع سلطان لا أحكي لك بكل صراحة نعم بأدب واحترام وتقدير فائق يعني الفريق سلطان هاشم رحمه الله منذ اعتقاله إلى حد وفاته كان محل تقدير واحترام في كافة الأماكن اللي تواجد بيها فقط أحكي لك بصراحة في الناصرية لطبيعة القائمين على إدارة السجن تختلف يعني وأكو أجندات خارجية هي اللي تشرف على السجن لكن مع ذلك الشخص اللي أطلق صراحة مؤخرا يعني قد أستطيع أن أذكر اسمه يعني أقسم لي من قال على مدى سبع سنوات أنا كنت معابي زنزانة وحدة في الناصرية قال الكل يحبه قال الكل يحبه إدارة السجن الحرات من اللي كان معه فريق وليد حميد توفيق الناصري تحية له يعني من خلال هذا المنبر خرج قبل ثلاثة أشهر أطلق صراحة بعد أن أكمل أكمل محبويته نعم كان أمر لواء في قضية أحداث عام واحد سعين عندما تصدوا ما يسمى ب إش اسمه الغدر والخيانة والغوغاء والمجرمين اللي ارتكبوا جرائم بحق أهلنا في جنوب العراق حكمه كم سنة 15 سنة حكم قضاها قضاها و لحت الحجز سنتين تحت الاحتجاز يعني زيادة هذه مساومات على إطلاق صراهم ويتم طيب وجرت محاكمة قضية حلبتش نعم عرض الملك ماذا في قضية حلبتش ما هي ملابسات ملابسات قضية كمحامي أنت رجل قانون أنا أكو جانب أكو جانب سياسي لن أتحدث به نعم أنا أتحدث بالجانب القانوني جانب القانوني نعم و نقول الرحمة أولا نقول الرحمة لشهداء العراق وهو خاصة شهداء مدينة حلبتش نعم الأبرياء زين اللي ذرحوا ضحية من ظلمهم نعم هذا الملاب مثير للجدل بحيث أنه الكل يتنصل منه هو من ظلمهم وانت من وجهة نظرك القانونية وكمحامي على الوثائق اللي عندي نعم وتقارير المخابرات الأمريكية والخبراء الخبير بلجيكي وخبراء أمريكان اللي من خلال وزارة الخارجية العراقية ومرافقة ووفق من الخارجية العراقية وبشهادة طارق عزيز وبشهادة هذا الجنرال الأمريكي اللي كان بالمخابرات ألقى محاضرة وقال نحن ذهبنا إلى حلبتشة وأخذنا منها عينات من التربة وحللناها طلعة السيانيد وهذا السيانيد غاز السيانيد العراق ما يمتلكه وأكد مدير بصانع بن الهيثم اللي ذكرت اسمه فيما مناسبة ماضية قال احنا انتجنا الخردل وغازات مسيلة للدموع الجنرال الأمريكي اجتب من الانتجارة هنا في المنطقة اقرأت المنطقة عن ما يحدث بالانتجارة بالمحاضرة بعد المتحدة وقد انتظروا وفقاً على المدينة من المنطقة انتجارة من القدوم بتبعاً مضيقاً الهياريكي لم أكن إرائيانيان لم يكن وذلك قلبي انتظروا انتجارة انتجارة انتجاره الآن هذا أيضاً لا يوجد أيضاً عندما يتحدث الهلالبشاة. أنا لا أستطيع أن أخذ قريباً للإدارة. إنه ممكن أن الإدارة للإدارة للإدارة للإدارة. إنه مقابل. ولكن الأمر هو أن الإدارة موجودة. الشركة العالمية قمت بها في الوقت. ومع ذلك لن نقوم بكثير من كل الإنسان في الهلالبشاة. الإيرانيين دخلوا يوم 15 أربعة ألفين ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين. و العراق على أساسي يوم 16 ضرب على بشة. هكذا يقال. فشو إلسلتة علاجم؟ قال أولاً أنا لم أحضر. سؤال لماذا ما معنى رديف وانتظر لك أن رديف تلقى طلعه وهنا الفيلق الأول مسؤوليته ضمن حلبشة قال لهم نعم بس كان كامل ساجد هذا قابل تحقيق يسأل نعم وأيضا رجعك كذا يعني وقال أنا ظلمت لكنه أيضا الحكم كان يختلف عن الأنفال حتى حلبشة 100% ظلم ما لا علاقة الرجل صار رديف بعد ضربة حلبشة 20 يوم يوم 23 أربعة 1982 صدر أمر بكونه رديف لأنه ضمن قاطع يعني ضمن قاطع الفيلقة الثالث مسؤولية الفيلقة العفو فيلقة الأول بما أنه رديف حكم على هذه القوية زين هو يقول أنا لا شايف حلبشة زين ولا ملتقي بهذه الفترة رب علي حسن المجيد سؤل أن الرئيس صدام حسين زار السليمانية وأنت رح ازرته طيب ما هي المشكلة أنه رح ازرته برر الرجل قال أنا رئيس جمهورية رئيس دولة يجي كل الأمرين الفيالق قادة الفيالق والأمرين والمسؤولين جاء السليمانية يجون يجوروه هو قائد عام قوات مسلحة نعم قائد عام قوات مسلحة طيب ساد سليمان تحدثت وواحد أنه كل الوثائق التي كانت تحت يديكم وربما يعني مثلما قلت أنه الفريق سلطان هاشم أيضا تحدث بيها وكل الضباط تحدثوا بيها أن الذي ضرب حلبتش ليس نحن نعم الجانب الإيراني الإيرانيين أنا مؤكد هذا الكلام يعني قيل للقاضي نعم قدمت بيه وثائق قدمنا بيه وثائق وأردنا أن كلفنا الفريق أو الركن علي حسن المجيد بتقديم هذا الملف هو بنفسه يقدمه أنا حيأت له هو بقرص سيدي وسلمه شهادة الجنرال الأمريكي أو المخاورات الأمريكية نعم واضح هذا وإن شاء الله إذا حببتم نعرضه للرأي العام نعم موجود موجود نلقي محاضرة جزء كثير من الناس ما شايفيه نعم نحن نريد برى ساحة العراقيين يعني من هذه التهمة من هذا العمل الشائن الجبان المجرم اللي لا يرضى بي لا الله ولا الإنسانية ولا كل القيم فأريد نحافظ على الأخوة العراقية الكردية لقلنا العرب ضربه حتى من خلال النظام زين والنظام بري يعني نحن ليسا دفاع عن النظام وإنما يعني نبرئ ساحة القادة العسكريين أنت تعتقد من الوجهة النظام القانونية أنه ممكن يعني هذا الموضوع يكون مخفي عن القيادات الكردية ولا يعرفون بمن ضرب حلبتش أم هم يعرفون لكن القضية تخدمهم باتجاه آخر طبعا وقد تكون إملاءات أمريكية لتشيطنة النظام الوطني العراقي ويعني تحميله جرائم في رقبته ليس مسؤولا عنها نعم هذه هي الحقيقة يعرفون يعني الرئيس الراحل جلال طالباني يعرف وشهاد الجبل كثير من المسؤولين يعرفون هذا الأمر هناك موضوع مهم المحاكمة من 68 إلى 2003 طيب إش قد حصلت جرائم من يعني 1932 إلى 2003 من قبل الأحزاب الكردية قوات الفيشمرقة بحق ليش لماذا لا يتم محاكمتهم هناك جرائم ارتكبت من اليكتي جمع جلال طالباني بحق أهالي يمكن خانقين طوم كبري ذبح ونات حتى لطفا ذبحهم هي محاكمة من 68 إلى فقط مخصصة للنظام محاكمة حزب محاكمة رئيس محاكمة نظام ومن وراء الهدف الرئيسي محاكمة العراق وتدمير العراق جيد لأنه تم العبث بكل المورثات والذاكرة العراقية والأرشيف العراقي انتهى عن بقرة به يعني هذا التاريخ ليس بتأسيس الدولة العراقية نعم تاريخ العراق وارشيف المقروء زين والمادي هذا من العهد الأشوريين نعم من السبيل الأشوري والسبيل البابلي هناك يعني صحيح بالتاريخ الحديث هناك قضية الشفيق عدس كلها موجودة بالمخابرات ومدير الأمن العامة هاي كلها أخذوها عزر ناجي زلخة المؤامرة الآن المطالبات حول ماذا حول أنه مطلومي اليهود العراقيين تبريعتهم وتعويضات يجب أن الحكومة العراقية قلن تعويضات لا لأن هناك ضباط مخابرات أمريكية اثنين دخلوا بصيغ صحفيين بالبصرة وتم القبض عليهم تم إطلاق سراحهم بوساطة من أحد أعضاء المجلس الشيوخ الأمريكي جاء بنفسه وأطلق سراحهم الرئيس عمل مقابلة معه وأطلق سراحهم الآن يشتكون على تعويضات على عشر تشهر سجن وحكومين خمسة سنة كل واحد هكذا الأمور أصبحت بذريعة النظام السابق والدكتاتوري وهي الأكاذيب الأسلحة الدمار الشامل طبعا لديها ملف يعني أنا بحثت تعمق ببحث موضوع الأسلحة الدمار الشامل وثائق المخابرات الأمريكية اللي أعلن عنها رفعة السرية عنها واللجان التفتيش نهائيا العلاقة العلاقة بالقاعدة نهائيا ما موجودة موضوع الدكتاتورية هذه زيان كانت يعني هذه مقارنة بالديمقراطية هذه المعمدة بالدم هناك طيب في الدقيقتين الباقية في حديث عن حلبشة أيضا ماذا كان الحكم عن فريق سلطان يعني صدر الحكم وكم استغرقت الجلسات ومالحلبشة فيما يخص حلبشة وفترتها الزمنية والله أنا ما ما حاصيها بالضبط والسجدر إذا تسعين بالأوراق لشوف حلبشة جد كم جلسة في أنا أعرف يعني التحقيق بـ 26 سبعة صار و ما أمد أكد يعني حقيقة أنه بالضبط 26 سبعة 2007 هذا حلبشة بالضبط بـ 28 حلبشة صدر القرار بالـ 28 استمرت يعني من 2007 استمر حضرت إلى 2008 التحقيق هي كثر القوايا قضية وراء قضية قضية إذاعش كالجليمة ضد الإنسانية بسبب كلمة الرديف لم يكن نعم لأنه رديف وسألوها عن موضوع الرديف يعني نقول مثلا احتياط إذا حال تستشهد قائد الفيلق أنا أصير مكان بعد يعني الرديف وراء ضربة حلبشة يعني حلبشة قلنا يوم 16 يوم 23 صدر أمر الرديف شنو علاقته بالموضوع نعم يعني واضح الأمور يا أخي وراء سبعة أيام نعم فحكم 15 سنة وحكم أيضا سبع سنوات جريمة القتل سبع سنوات شنو هذه الأخرى هي إخفاء قسري نقل قسري وإخفاء قسري يعني هاي الجريمتين إخفاء القسري ونقل قسري أما القتل فإفراج براء بس هو محكوم لي قدام بالأنفال إعدام شنو الأنفال إذا طلع إفراج هذه مجمل يعني مجمل التحقيق أريد أتحضر حضرتك عن يعني ما قاله لي عن الإيرانيين كيف أعدوا لدخول إلى حلبشة يعني سنطرك هذا إلى الحلقة القادمة ووقت هذه الحلقة انتهى أنا شكرا جزيلا وشكرا موصولا لكم أعزائي المشاهدين ألتقيكم في حلقة قادمة لنكمل هذا الحديث وسيحدثنا الأستاذ المحامي سليمان الجبوري عن ماذا قال له الفريق أول ركون سلطان هاشم عن كيفية إعداد الإيرانيين لخططهم لدخول حلبشة ولماذا إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة